للمزيد معنا مراسلنا من بروكسل الزميل سلام كيالي سلام أهلا بك إذن لقاءات كثيرة وعالية المستوى في غضون يوم واحد لزيارة العاهل الأردني ما أهم جدوى ما في جدوى للأعمال هذا اليوم نعم عمليا للزيارة الأولى والأهم ربما تكون هي مع أمين عامحي في نيتو يانس استولتنبرغ حيث كان الحديث عن مكافحة الإرهاب ودعم الأردن في هذا المجال عمليا استولتنبرغ كان قد أكد بأن الأردن هي شريك مهم بالنسبة لحلف النيتو كونها دولة مهمة بالشرق الأوسط للحفاظ على الاستقرار والسلام في تلك المنطقة كما تحدث عن دور الأردن في عدة بعثات أو في عدة مهمات خارجية لحلف النيتو في أفغانستان وفي غرب البلقان على سبيل المثال وأيضا في ليبيا وأكد أن هناك تحديات يجب أن يواجهها الطرفان عملية معا ملك الأردن عبدالله الثاني كان قد قال بأن هناك تحديات يواجهها الطرفان عمليا في عام 2021 وأيضا هذه التحديات قد تمتد لسنوات قادمة وأن على الطرفين يتحدى وأن ينصق الجهود بشكل أكبر وأفضل لمواجهة هذه الأمور ومنها من هذه التحديات هي كورونا مع شارل ميشيل الاجتماع الثاني كان بعد ساعة الفرق بين الاجتماع والاجتماع مع شارل ميشيل كان الحديث عن مواجهة فيروس كورونا وعن دعم الاتحاد للأردن بهذا المجال وأيضا كان هناك حديث عن مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب في المنطقة وأيضا دور الأردن مع تفاصيل الاجتماع مع أرسلة فندرلين لم تتوضح حتى الآن ولكن قد يكون الحديث عن المبلغ المالي الذي كان من المفترض أن يتلقاه الأردن بخصوص دعم اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن الأردن كان قد طلب بنحو ملياري دولار تصب بشكل مباشر في ميزانيته كان قد طلب بهذا المبلغ خلال مؤتمر بروكسل الخامس لدعم سوريا هذه أهم اللقاءات لم تتوضح ما إن كان هذا الملف الأخير الذي تحدثت عنه قد جزم حتى الآن أم لم يتم البت فيه بين الطرفين ولكن من المتوقع أن يصدر بيان حول أهم التفاصيل التي دارت في المؤتمر أو في اللقاء الذي جمع أرسلة فندرلين رئيسة المفوضية الأوروبية بالعاهل الأردني عبد الله الثاني إليك على سلام كيالي مراسلنا من بروكسل شكرا جزيلا لك موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر